طيب أظن حضراتكم تابعته التقرير كويس وأظن أنه فيه جزء كبير جدا من التقرير أو من الكلام اللي تقال في التقرير ومن المناقشات اللي حصلت ما بين فخامة الرئيس ودولة ومعالي وزير العدل هو بيدور في ذهن الجميع بقاله سنين نحن متفقين طيب طالما متفقين تعالى نكمل أنا عندي عمليا كده أنا شايف والله أنا كمواطن بقى أشوف أنه الرئيس عنده اهتمام أصيل بهذه القضية أو بهذا المحور ومن ناحية تانية أنا عندي حاجة اسمها الحوار الوطني مهمة جدا أوي خالص وفيها محور مجتمعي يناقش مثل ذات القضايا اللي لم يكن يناقشها بالتفصيل وبالفحص وبالتمحيث وبالمناقشة وصولا إلى شكل مشكلة التوافقات حول هذه الإشكالية طيب ومن ناحية أخرى عندي المجلس التشريعي أي البرلمان المصري ما بين مجلس النواب وما بين مجلس الشيوخ يمارس دوره في مسألة تعديل قوانين أو إصدار قوانين جديدة والتشريع وخلافه يبقى أنت عندك هنا القطبيات الثلاثة الرئيس في رأس المسلس أشوف هنا الحوار الوطني باعتباره حوارا مجتمعيا واسعا يعني في النهاية يحمل كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الموجود في مصر وأرى المجلس التشريعي هو كمان الزاوية أو الركنة الثلاثة في هذا المسلس إذن أتمنى أن إحنا نقدر نوصل في القضيتين دول تحديدا في الحقبتين دول بالأساس الملفين دول بالذات إلى حلول ناجعة من الحوار الوطني يوصلوها للرئيس الرئيس يكلف البرلمان فورا بمناقشتها أي حلها إلى البرلمان للمناقشة والتعديل ووضع الإطار القانوني والتشريعي بتاعها ده هيحل كم مشاكل تعاني منها الأسرة حدث ولا حرج